قد يتحول الاضطرار الإجباري إلى واقع على الأرض توقف متوقع مشروط لبرنامج الأغذية العالمي المتكفل الأول بإيصال المساعدات إلى اليمن المدير الإقليمي للبرنامج قالت لموقع دي فاكس الأمريكي ما زلنا نوزع المواد الغذائية في شمال اليمن ولكن إذا لم نتوصل إلى نتيجة في مفاوضاتنا مع الحوثيين فسيتعين علينا أن نتوقف مؤقتا مراقبون أكدوا أن هذا التصريح يكشف عدم توصل البرنامج لعالية مع الحوثيين حول توزيع المساعدات الدولية خصوصا بعد أن أثبتت وقع على الأرض أنهم يحولوا أغلبها إلى أتباعهم وأسر قتلاهم وممن ينخرطون في القتال معهم والمتاجرة بها وحرمان الأسر المتضررة منها وكان برنامج الأغذية العالمي أكد أنه يواجه أزمة تمويلة حادة لعمليات الإنسانية في اليمن ما دفعه إلى تقليص المساعدات الغذائية التي يقدمها في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من نهاية سبتمبر الماضية هذا التقليص أثر على جميع البرامج الرئيسية المتمثلة ببرنامج المساعدات الغذائية العامة والتغذية والتغذية المدرسية وتعزيز القدرة على الصمود بمقدار 17 مليون و700 ألف تدخل على مدى النصف الأول من عام 2023 ونظرا لمحدودية التمويل والموارد لم يعد بمقدور البرنامج سوى مساعدة 128 ألف منهم 96 ألف في المناطق الشمالية و32 ألف في المناطق الجنوبية من إجمالي مليونين وأربعمائة ألف مليون كان مخططا لاستهداف من الأطفال والفتيات والنساء الحوامل والمرضعات برنامج الأغذية العالمي ورغم الأوضاع المأساوية قلص الأنشطة المخطط لها بنحو 60% حيث يحصل حاليا 596 يمني في شمال البلاد و145 و300 ألف جنوبها على المساعدات من أصل عدد الإجمال المخطط له البارغ مليون وتسعمائة ألف شخص خلال العام الجاري وهو ما اعتبره مراقبون سيسم في مفاقمة الأوضاع ويرفع من حجم المعاناة الإنسانية التي تسببت في الحرب الدائرة في البلاد منذ تسع سنوات ترجمة نانسي قنقر